عايزين نسمع بيناك تعليق عن الزور اللي حنشفت ده بقى محمود المعلم الكبير برضا زي ناسور ها نفس الفيلم اللي عبقري ده عظمة اللي عبقري اه طبع ايه احلك موقف حصل بينك وبينه او تتذكره ما زي ما قلتلك يومه كنت باحفظ اما انت بقى مكتهد وعملت ورينه انو بتحفظ وتقولي الكلامه وبتحفظ ده كان فيلم مع صباح على فكرة والمفروض هي بتغرق وبنزل انقصها اه فبطلها حمل مية اه وبالله انا كنت عايش في صحرا ده المكتوب اه اه اللي انا حفظه اه اه المكتوب انا كنت عايش في صحرا اه صحرا مفهاش شجرة قاعد في الدلها اه والطوب بيلاحوسني والرملة مش عارف ايه بت اه بس الوقتي خلاص لقيتك وحنجر نجر نجري اه قالي حتقولي الكلام ده البطل هو بقى قالب Peach قالي تبقى مجنون فابقى هاه ها فابقى فابقى كتبنا المشهد تانية اللي يستور будете الله الح لحمهيع انتلا بس كتب له المشهد قالك انت هتقول الكلام ده هاة Г Lifce اه بعدين قالك لأ قالي كتب المشهد هو الله نعلم غيره خاص اه واع bis انت واضع انك زكرت المشهد وحفظته من الكلام الفارق اللي كان مكتور والشمس بتلاقي بالطوب اللي حولتني وان شاعر الرملة بتلسعني ودلوقتي لقيتك وإيدك في إيدي حنجر نجر نجر اه ازاي وانا ركينا على صخرة ولسه منقذها انا لسه منطلح من البحر طب لو حد يقول كده يعني ده الكلام لوحده يموتها وحتى لو صدعت يعني مش هينقذها اذكرني فطاصة طب وروحت بقى ما قلتش كلام لا الشمس بتشويني والرملة بتلسعني الشمس بتشويني والرملة بيلسعني اه ايوه الله ايه ده الكلام بس دلوقتي لقيتك وإيدك في إيدي هنجري نجري نجري الله الله اه انا بقى أحييك لان المشهد انت فكر ومش قادر مش مش هو كان ساها الكلام ده ما يتنساش امان لو كنت مسلته لانت ما مسلتش وحافظه سيد احمد لما بيحرد عليك سيناريو او قصة انت بتقرى دورك بس ولا بتقرى الفيلم وكله لا كله